أهلا بكم، تؤثر عوامل كثير على أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب التي تستمر في الارتفاع على مدار الأشهر الماضية على الرغم من تباطئ وتيرة تضخم فبحسب استنتاجات مهمة استطلاعية أنجزتها لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب والتي عرضت خلاصات تقريرها الأسبوع الماضي يبقى العامل الرئيسي هو عدم تنظيم قطاع توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في ملف عدد هذا الأسبوع من اقتصاديات نسلط الضوء على مظاهر تشخيص وتوصيات علاج اختلالات سوق توزيع المواد الفلاحية بالمغرب بمعية مستشار المجل الاقتصادي عبدالخالق التهمي أستاذ عبدالخالق التهمي أهلا بك أهلا وسهلا بداية وبشكل مقتضب قبل الخوض في مضامين تقرير مهمة الاستطلاع البرلمانية بلغة الأرقام والمؤشرات كيف يمكن الحكم حاليا على أصار المنتجات الفلاحية تحديدا الخضر والفواكه مقارنة مع ذروة تضخم التي شهدتها المملكة السنة الماضية اجتحت بالفعل موجة كبيرة من الغلاء أسواق الخضر والفواكه في بلادنا قودت بشكل واضح القدرة الشرائية للأسر المغربية والظاهر أنها غير مرتبطة كليا بضعف الإنتاج حيث أن العرض متوفر في الأسواق حسب التقرير الذي صاغتهم جموعة من البرلمانيين ضمن مهمة استطلاعية الآن بالأرقام وحسب ما أفادت به المندوبية السامية لتخطيط في مذكرتها حول الرقم الاستدلادي للأثمان عند الاستهلاك يتضح أن هذا الرقم قد ارتفع بنسبة 4.9% في شهر شتنبير 2023 مقارنة مع مستوى هذا الرقم سنة فيما قبل لكن وهذا ما يهمونه هنا فلقد ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغدائية في نفس الفترة بنسبة 9.9% أي الدعف فيما لم يتم تجيل ارتفاع رقم المواد غير الغدائية في نفس الفترة إلا بنسبة 1.3% مثلا من منظور آخر سجل الرقم الاستدلالي للمواد الغدائية ارتفاعا بنسبة 3.1% في شهر شتنبير 2023 مقارنة مع مستوى شهر غشت 2023 دائما وقد هم ذلك في شهر واحد أثمان الخضر بزائد 3.5% مثلا تحديدا وفي شهر واحد فرغم تراجع نسبة تضخم إجبالا مقارنة مع دروال مسجلة مؤخرا فقد بقيت أسعار السلاح الفلاحية في تزايل كبير ومستمر شهرا بعد شهر تنوعت التفسيرات لهذه الضرفية لأن هناك عدة مسببات متداخلة ومنها غلاء الأسميدة والمصاريف المتعلقة بكل مدخلات الفلاحية وتوالي الجفاف ثم هناك مشاكل تسويق داخليا وكذلك ضغط الصادرات في بعض الحالات مثل الطماطم حسب بعض الميانين وقد أدى ذلك إلى تدخل الحكومة لضبط والتقليل من صادرة بعض المنتجات الفلاحية المغربية لتسويقها داخليا بالتركيز على مضامين تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بشبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب ما هي أستاذ أبرز الاختلالات التي تم رصدها في هذه السوق؟ وقفت قرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة وكشفة على عدة معطايا واختلالات قد تفسر جزئيا تكوين أسعار المواد الفلاحية في أسواقنا وحسب هذا التقرير 30% فقط من المنتجات الفلاحية هي التي تمر وتبع داخل أسواق الجملة في المدن المغربية و70% تبع خارج تلك الأسواق وهذا دليل أول على أن الإشكال يقع في التسويق ولا يستفيد الفلاح بالضرورة من ارتفاع الأسعار فهناك عدد كبير من الوساطة خارج إطار المراقبة القانونية يرفع الهوامج والأسعار ويترك مجالا واسعا للمضاربة فلقد تم تستير في التقرير على أن مستويات الأسعار مرتبطة بتعدد حلقات التوزيع وليس بالإنتاج وهذا ما وصلت إليه تقارير سابقة في الحقيقة فعمليات الوساطة غير منتجة للكيمة المضافة الحقيقية بل فقط ترفع من سعر البيع مضرة في آن واحد بالفلاح المنتج وبالزابون المستهلك فلقد قامت المهمة البرلمانية الاستطلاعية بالاستماع إلى عدة مشؤولين في وزارة الفلاح والصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك وعدد من المهانين مع زيارة لعدة أسواق بالجملة والأسواق الأسبوعية للوقوف على مختلف الاختلالات وفهمها فلقد تمت الإشارة مثلا للدور السلبي الذي تلعبه الأسواق الكبرى في المدن في رفع الأسعار بشكل يصعب التعامل معها بشكل قانوني نفس الشيء بالنسبة لمسالك الأسواق غير المنظمة للشراء والبيع نظرا لسوء تسيير أسواق الجملة اختلال آخر في هذه السلسلة يكمن في عدم احترام المعايير المرتبطة بالجودة والسلامة الصحية والبنية التهتية المتضهورة فمن المؤكد أن هناك اختلالات على مستوى الإطار القانوني المنظم لشبكة التسويق والتوزيع فالقانون الحالي يعود لسنة 1962 أي أنه جد متجاوز يعيق تنافسية سلسل إنتاج الفلاحي اختلال آخر أظهره التقارير السالي في الدكرة هو أن 32 مليون كيلوغرام من الخضر والفواكه تضيع يوميا بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية وهذا دليل على ضياع وهضر للمنتاجات الفلاحية آخر سؤال لتصحيح هذه الاختلالات ما هي توصية مقترحة وما مدى تقاطعها مع ما سبق من دراسات وتشخيص لهذه الإشكالية خلص التقارير السابق الدكر إلى عدة توصيات لتصحيح مجموعة من الاختلالات والعلى أهمها إعادة النظر بشكل جدي وجدري في تنظيم سلاسل التسويق والتقليل من عدد الوسطى والمهنيين ومكافحة الريع الواضح في السلاسل الحالية قد يمر ذلك من خلال تقطير قانوني إداري للتخزين والتوزيع وهيكلات أسواق الجملة توصية أخرى تطالب الحكومة بوضع سياسة واضحة لتجيع وتحويل منتجات الفلاحية ثم الاعتماد ما أمكن على قنوات التسويق دي الطابع التعاوني والتضامن المفيد جدا بالنسبة لصغر الفلاحين وضبط الوصول إلى الأسواق وتفادي الوسطى أكثر ما يمكن وصلت توصيات إلى المطالبة بخلق هيئات أخرى جديدة تحت الإشراف المباشر الرئاسي الحكومة تشرف على إعادة تنظيم التسويق المحلي لمنتجات الفلاحية والغذائية ثم العمل على إيجاد توازن متقود على المستوى المجالي وطنيا بغلق أسواق وفتح أخرى وتدعيم أخرى لتلعب دورها كاملا بالنسبة لتقاطع تلك التوصيات مع أخرى سبق وأن صدرت تقارير أخرى فلقد تم تسجيل بعضها بالحرف تقريبا عندما سمي بتقييم بين قوسين مخطط المغرب الأخضر الذي أنجز لتسهيل وضع استراتيجية للجيل الأخضر 2020-2030 حيث تم تسطير على ضرورة العمل على عصرنة وتطوير وتقنين مثالك وثلاثل تسويق لتسبح أكثر فعاليا وارتكازا على تلك التقارير صغت الحكومة خطة إصلاح تهم تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه بداية بمدن الرباط مكناس بركان أقادي المركش حيث سيتم الانتهاء من الاشتغال المفترض سنة 2025 حسب وزير مسؤول في الحكومة مع تنزيل مقتضيات قانون تنظيم جديد يحمل رقم 37-21 لتأطير القطاع للتقليل من عدد الوسطة فيجب على المدى القصير مضعفة الأحجام التي تمر عبر أسواق الجملة المهيكلة لتقليل الوسطة ودورهم السلبي في هذا المجال مستشار المجال الاقتصادي عبدالخالق التهامي شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا وإلى اللقاء في فقرة روبرتاج انحقدت بمركش وعلى مدى ثلاثة أيام أشغل القمة العربية الثانية لريادة الأعمال نظمت بالشكل المشترك بين وزرات الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ولجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا حول موضوع من الصمود للإزدهار في المتابعة سناء المسعودي القمة العربية لريادة الأعمال في دوراتها الثانية شكلت فرصة سانحة لرواد الأعمال والمقاولات للاستفادة من الفرص البينية التي أتيحت من خلال مختلف اللقاءات التي تمت برمجتها وشارك فيها أزيد من ألف من رواد ورائدات الأعمال والجهات المتخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة لقاءات تسعى إلى تمكين حامل المشاريع بالمنطقة من الدعم الفني إلى جانب الدعم المالي كما توضح رولا داتشي وكيل الأمينة العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا هدفنا فيها اللي دعم رواد الأعمال ليس فقط الدعم المادي بس دعم الفني والأهم التشبيك بين الرواد الأعمال العرب لأن هذا التشبيك في غاية الأهمية هناك كثير من القطاعات الرواد الأعمال اللي هي متشابهة بين بعضهم ومن الأهداف التي سطرتها القمة العربية الثانية للأعمال فتح أفاق جديدة وزيادة فرص نشاط أوسع أمام رواد الأعمال من خلال توفير تكوين فعال وتمويل كاف فعاليات القمة العربية الثانية لرواد الأعمال تميزت باستعراض تجاربا مغربيا ناجحة في تعزيز تمكين الاقتصاد والاجتماع للمرأة أعطت صورة عن توسع ثقافة ولوج النساء مجال ريادة الأعمال لإلهم الطمحين إلى دخول غمار إطلاق المشاريع وتطويرها نختم بفقرة الجغرافية الاقتصادية الإفريقية في تقرير لها بعنوان تعزيز قدرة إفريقيا على الصمود في مواجهة صدمات الاقتصادية العالمية أفدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة بأن أزيد من أربعمائة وسبعة ملايين شخص بإفريقيا تضرر من الكوارث الطبيعية بين عامي ألفين وألفين واثنين وعشرين في المتابعة محفوظ ويلد سالك النتائج الأولية للتقرير تكشف أن تكرار الكوارث الطبيعية يزيد بشكل مباشر من مستويات الدين العام حيث إن زيادة بمقدار كل وحدة واحدة في الكوارث يمكن أن تؤدي لزيادة بربع نقطة مئوية في معدل الدين العام الصافي إضاءة على العلاقة بين الكوارث الطبيعية في إفريقيا ومستويات الدين العام مع المحلل الاقتصادي وحيد الجابو من طرابلس عندما يكون هناك أي كوارث طبيعية تتحرك الدولة بأموالها لإبعاد الناس عن هذا الخطر وفي هذه الحالة طبعا عندما تنفذ ميزانية الطواري يتم اصطرف حتى خارج الميزانية أو تاخذ قرض من البنك المركزي وبالتالي هذا يعتبر دين عام للدولة معطيات التقرير تؤكد أن تغير المناخ في إفريقيا يميل بشكل عام إلى تدمير سبول عيش ملايين الأشخاص المعتمدين بالأساس على الفلاحة والمقاولات الصغيرة عن هذا الجانب يعلق من مدينة وود مدنية السودانية الخبير الاقتصادي طارق عبدالسلام عمر التغيرات المناخية تؤثر في النشاطات الزراعية وفي حركة الصادرات فمعطيات المناخية في إفريقيا كبيرة جداً ولا بد من بعض المعالجات في تركيبة العمل الزراعي وفقاً لمركز سياسات المناخ الإفريقي فقد تأثر العام الماضي أكثر من 110 ملايين إفريقي بشكل مباشر بمخاطر المناخ ما سبب أضراراً اقتصادية تفوق 8 مليارات دولار شكراً لكم على حسن إصائي والمتابعة وإلى اللقاء